هذه المهزلة التي أنت تتحدث عنها وتصف القوى السياسي أنها تنتج مهازم هذه المهزلة هل ستصمد؟ هذه المهزلة هل هي تكابر؟ هذه المهزلة حتى هذه اللحظة تطالب بكابينات وزارية ما هو شكل المواجهة القادمة من ثورة تشرين؟ أنا قلت ثورة تشرين والساحات هي على الأضواء الكاشفة لم تخفي ما بعدها هي ثورة زجاجية بيضاء ناصعة لكن هناك غرف مظلمة تريد هي أن توجه مسار الأزمة ونحن دفعنا الثمن وهم أيضا سيدفعون الثمن قلتنا الأخلاقية والوطنية والشرعية يا أستاذ كريم أن نكشف للناس عن هذه الغرف المظلمة وهؤلاء الذين أيضا وجوههم مظلمة يديرون هذه الغرف بسينا ما عدنا شيء نخسره بعد احنا عدنا أهم شيء أن نستعيد الوطن من ذولا يديرون الغرف المظلمة سيد كريم؟ بصراحة اليوم أقول إدارة الأزمة بهذه الطريقة والتشكيلة يعني اليوم كأنما جاي شكل مو حكومة أريد أن شكل كأنما جهاز يعني سري إلى الآن يفترض تعرف الأسماء السيفي يعرض للساحات أسماء الوزارات إلى الآن كتكتم شديد لم يكشفوا عن حقيقة هؤلاء الوزراء هالوزراء صداقة صحابة قرابة خشية من التسقيط ألا تعتقد هذا؟ وبالتالي لابد للنواب مجلس النواب عندما يصوت يفترض يعرف السيفي السيرة الشخصية الوزراء ودائما نقول بصراحة اليوم الحكومة كأنما هي الحكومة الجديدة هي تؤسس من الآن وتخطط للفشل أمامها مهام صعبة لذلك اليوم إذا وضعت إذن من إذن على التحرير والساحات وإذن إلى القوى السياسية حين إذن سوف تضطر بالحقائق وتحجب الرؤية لذلك أقول اليوم يجب أن يفهموا يفهموا أن ما بعد تشرين يختلف عما قبله أما تأتون بهذه الطريقة تمرير وزراء لا نعرفهم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر